أخي فيضان ما بك؟ لماذا أنت قلق؟ أترى هذا التيسة الجميل منذ أن اشتريناه وأنا أقدم له العلف كل يوم بالإضافة إلى الماء لقد أحببته حتى أنني ونزيه يومياً وأهتم به كثيراً لكنني حزينة من أجله فأبي سوف يقوم بالذبحه صباح يوم العيد يا أخي فيضان ألا تعلم أن ذبح الأضحية في يوم العيد عبادة عظيمة ففي هذا اليوم نتعلم التضحية بأشيائنا المفضلة في سبيل الله عز وجل ففي هذا اليوم العظيم يوم العيد ذبح سيدنا إبراهيم عليه السلام الكبش الذي أتى به من الجنة فالأضحية صنة سيدنا إبراهيم عليه السلام لذلك ينبغي علينا أن نقوم بأدائها أيضاً وأن نضحي بأفضل الحيوانات وأجملها تقرباً إلى الله تعالى نعم أنت محق وأنا في يوم العيد سأضحي بتيسي إن شاء الله عز وجل تقرباً إلى الله تعالى هذا رائع ويعتبر مركز الدعوة الإسلامية وسيلة رائعة لتقديم الصدقات في سبيل الله لأنه يقوم بنشر رسالة الإسلام إلى أنحاء العالم فيمكنك أن تقول لأبيك أن يقدم جلد تيسه إلى مركز الدعوة الإسلامية بكل تأكيد إن شاء الله عز وجل أحبة الكبار والصغار أرجو منكم أن تقوموا بالمساهمة مع مركز الدعوة الإسلامية من خلال تقديم جلود أضاحيكم لنشر الدين الإسلامي في العالم جزاكم الله خيراً ترجمة نانسي قنقر